في الحقيقة يعني إحنا بدأنا من الأمس تحديداً مع حضراتكم فقرة الفوزير اللي بتفكرنا بذكريات وأحداث كتير قوي عن أحلى أيام يعني عاشها كتير قوي سواء كان من جيلي أو الجيلي اللي قابلي واستمرت لعشرات السنوات وهي الفوزير الخاصة برمضان اللي كان بيعملها نجوم كتير قوي بنتكلم على فؤاد المهندس عبد المنعم مدبولي بنتكلم على نيلي شريهان وغيرها من يعني النجوم اللي سطعوا فيه سماء الفوزير تحديداً لقى قطرة شهر رمضان وكانوا بيخرجوا من هنا ويمكن يا شاء القدر أن يمكن هذا الاستوديو هو اللي كان بيتصور فيه برضو أحياناً بعض من هذه الفوزير يا جمانة والنهاردة معانا يعني فوزير الأستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي اللي قدم لنا حلقات فوزير جده عبده زارع أرضه ويمكن استمرت برضو لعدد من السنوات صحيح جده عبده زارع أرضه يعني كانت من أحلى الفوزير اللي تقدمت كانت تحديداً في 87 و بعد كان 88 ناس كانت مرتبطة بيها قوي تعرف بقى كابتطارد الساعة كامي أحمد كابتطارد الساعة 3.5 العصر وكانت بتجمع العيلة كلها حواليها وبتبعوضوا يتفرجوا بقى ويبقى فيه منافسة طب مين اللي هيعرف النبات طب اين اللي هيحصل كان جده عبده زارع أرضه كانت بتتكلم بشكل كبير عن نبات معين وتقول شوية معلومات كده عن لونه طعمه رحته بعض استخداماته على سبيل المثال هم طلوب طبعاً من الجمهور انه يعرف ايه هو النبات ده وكان بيقولها كده بشكل كاميدي وفيها يعني بطريقة فيها شعر وممزوجة كمان بالغناء وكانت تمت بطريقة لطيفة جداً عبد المنان المدبولي خلاص يا نشاهدك يعني فؤاد المهندس وعبد المنان المدبولي الأسادة طبعاً يعني العملاقان في هذا الموضوع التحديد ممكن كانت البداية لفؤاد المهندس وكمل بعد كده عبد المنان المدبولي تعالي روح نشوف الفزورة ونرجع نكمل باية كلامنا بشي بقولك ايه؟ نعم ما تيجي بقى نزرع حاجة نزرع يا بابا انا هزرع بقى نهاردة نبات اسمه ليم ستيفم ده من الفصيلة الزنبقية آه زنبقية هيا لي كده يقرب للبصل؟ هو من عيلته يعني تقدر تقولي ابن خالته ابن عمته ابن عمت عمته ابن خالد خالته ابن خالد 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 عمت خالته يعني من العيلة وخالص وفي عمز باية Zion ريحت ونفازة وعمر طويل جدا وما فيش ايي شيء مطبوخ الإنما يدخل فيها عرفته عرفتهه ولولا purchase عرفتي? طيب. برافو شطرة شطرة. جدو. اه? مش مصدقين ان انت بتقول فوزير. ايه دي? انتو مش مصدقين ان انا بقول فوزير? نا. بجدك هلام يا ناس. طب انا هقول لكم فزورة تسمعوها? قول لهم يا جد قول لهم. قول لهم فزورة. تسمعوها? تسمعوها. قول لكم تسمعوها. يعني انتو متسمعو умوذير? ايه? ايه ايه. ايه ايه ايه? ايه ايه? انتم يعني تسمع جدو ايه. يعني هتسمعوها? ايه. طب تسمعوها. ها بجا. اسمعوها بجا. انا نسمعها بجا. فصوص 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 في روس. ونلعب بالحروف. تبقى الفصوص صفوف ونبص لكل صف نلقاه ترص رص تقوم تدخل جارتنا تقول ادوني فص وتاخد ست تروس وتدفع ابتسامة بدل دفع الفلوس عدى البياع وسمعناه وفتحنا الشبابيك ونديناه ونزلنا بسرعة اشتريناه حزمناه ولرقصناه في البلكونة وعلقناه تحت الشمس ونشفناه جول هون ونزلنا عليه دق الحد ما دق دقناه وان كنتوا عرفتوه يا جماعة اوعوا تقولوا احنا عرفناه احنا عرفناه اعرفتها يا جوانا اوعى تقولي اللي انت عرفتها انا نفسي عرفته انت عرفته يعني هو خلاق من الاول كانت باينة يقلك مفيش اكلة اللي بيدخل فيها معروف يعني خلاص داخل ورحته نفاذ عمز البقدونس كده عارفة لو هو داخل في كل حاجة لا بس البقدونس تعمه بشيء قوي قوي كده زيه لا بص ما تحاول شط لغبة الناس عشانا نسألكم دوقتي لو عرفتوا حل الفزورة دي ايه بعطلنا على طول وقلولنا وده يعني زي ما كنا بالتمام وحضراتكو طبعا ده كانت الحلقة اللي حلقة من فوزير جده عبدو بالمناسبة كان فيه كمان فوزير تانية من جده عبدو عندي جده عبدو زرع ارضو كان فيه جده عبدو راح مكتبته بص هو كان فيه كذا نسخة يعني هالموضوع بدأ طبعا للأستاذ فؤاد المهندس كانت البداية ويمكن استمرت فيه التمانينات والتسعينيات تحديدا وخد هذا الخط بيه أقول لكيه الأسطورة بقى أنا مشوف اللي هو يعني خلط مالوش مقارنة أبدا منفعش يدخل مقارنة بحد أستاذ فؤاد المهندس بعد عشر سنين من عمل هذه الفوزير مع المخرج الرائع محمد رجائي حصل نوع من أنواع الخلاف مؤمن بص بقى أدبيات المهنة خلاص بعد الخلاف اللي حصل ما بينهم ده الرواية لبنت عبد المنعم مدبولي أمل أو الأستاذ أمل طبعا خلاص قالت لك بعد ما حصل خلافات ما بينهم عرض محمد رجائي على عبد المنعم مدبولي اللي هو يعمل الفوزير استكمالا لفؤاد المهندس للسلسلة اللي بدأها فؤاد المهندس فكان شرطه الوحيد اللي هو عشان يقبل اللي هو يستأذن من الأستاذ فؤاد المهندس علشان يكمل عمل هذه الفوزير فأنتي متخيلة أدبيات المهنة كانت عاملة طبعا هو ده يعني يمكن في الوقت ده كان هو ده السائد الحقيقة دايما كان بيبقى فيه أكيد كان بيبقى فيه مشاحنات وكان بيبقى فيه بعض المشاكل بالفنانين كان العادة ولكن كان فيه أدبيات وكان فيه أصول وكان فيه دايما حتى لما بتشوف الخناءات اللي كان بتتكتب حتى في الجرائد وقتها مختلفة تماما يعني يمكن اللي بتشوفه مؤخرا في العالم كله الحقيقة مش بنتكلم عندنا هنا بس على أي حال دي كانت فزورة النهاردة من فوزير جدو عبدو وزارع أرضو ولونا لو عرفتوا إيه النبات اللي تكلم عنه جدو عبدو في الفزورة هنشارك كمان إجابات حضراتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك هنياه دلوقتي نعمل إيه بقى بصمات لننصبح عليهم مرة تانية ونرجع نكمل بإفقاراتنا صباح الخير يا حضراتكم جبيعا وصباح الخير يا باصر اشتركوا في القناة